الحقيقة ان الحوار الوطني انا يعني بقعد مع بعض الناس بسمع كلمة لطيفة جدا اخبار الحوار الوطني ايه؟ وصلتوا الايه؟ هتعملوا ايه؟ دي كلمة كويسة انا اظن ان انا اقدر انه اؤكد الكلام ده من الناس يعني انا الاول مرة اشوف انه الناس العادية خالص جدا اهلين العاديين الذين لا اهم لهم الا العمل توفير متطلباتهم المعيشية والاسرية وما الى ذلك وكافة الالتزامات فكانوا يسألوا والحوار الوطني هيبدأ امتى؟ ده قبل ما كنا نصل الى امه احنا هنعمل الجلسة في تحيي اليوم الفلاني الجدول بتاعنا ينزل على الموقع الى اخره وبعدين واخبار الحوار الوطني ونقشه النهاردة ايه؟ ويهطر هو يوم الثلاثة هيتقلقي طب هو يوم الخميس وكلام من ده شيء بالنسبة لي مبهج ان الناس مستعدة طول الوقت للمتابعة وعايزة تعرف التفاصيل لكن وانا برجع خطوطين لورا احنا في مصر عيشنا عشرات السنين من وجهة نظري فيها انغلاق سياسي عدم وجود تعددية حقيقية لا في الافكار ولا في الاحزاب ولا في التناول وما الى ذلك ثم اصبح فيه عندي طيف واسع جدا من الاحزاب والاراء والافكار والايدولوجيات ده بقدر ما هو رائع وجميل بقدر ما بيشكل اظن بس اصححني عبق جوه الحوار الوطني انه يعني زي اللي كان في غرفة مظلمة فخرج الى النور عليه ان يعتد هذا النور ولا ايه لا مش يعني خليني اتكلم على اخر عشر سنين مش عاوز ارجع بالتاريخ اوي الورا ده يمكن مكانه برنامج اخر اوكي اخر عشر سنين اخر 13 سنة اخر 14 سنة مرت الدولة المصرية بتحولت كتير وكان عندها تحديات زي ما انت في الحوار الوطني بترتب اولوياتك الوطنية ايضا عند مواجهة تحدياتك يجب ان ترتب اولوية مواجهة هذه التحديات